اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا يمكن ان يقود المجتمع على الاطلاق ونحن لا نريدهم ان يقود المجتمع الاسلامي وانما نريدهم باذن الله ان يقود المجتمع الامريكي كيف والله تعالى يقول لتكون شهداء على الناس فالنقطة الاولى ان عندنا طلاب يتعرضون لفتن هائلة نريد ان نخرجهم من دائرة الفتن الى دائرة قيادة العالم كله واذا كانت امريكا تمثل مركز كبير جدا لقيادة العالم وهي اكبر مساحة متاحة الان في العالم بزيارات ميدانية لاخوانكم في الصين في اوروبا في دول في افريقيا وفي غيرها لم اجد مساحة متاحة للدعوة الى الله مثل ما يوجد في امريكا ومن ثم نحن عندنا فرصة باذن الله وهي الفرصة السانحة بالنسبة للمسلمين كتب عكسها نيكسون كتاب الفرصة السانحة لهم ويجب ان تكون عندنا برنامجا فرصة سانحة لنا لخدمة دعوة الله تبارك وتعالى المبنى وهو ما انفق عليه الملايين المنهج وما نحتاج ان نعد منهجا للتربية الاسلامية ولغة العربية ثم ربط المواد العلمية والتاريخية بالاسلام وبحقائق الاخلاق والعقائد الصحيح الاستاذ وتأهيله وتدريبه خاصة ان اكثر مدارس عندها مشكلة فيه المدرس للاضطرار لم تكن تتجاوز وانما هي تفعل هذا الاضطرار الاستاذ الضرورة هو الذي يدرس خاصة لمواد الاسلامية مواد اللغة العربية فيجب ان نعاد تأهيله مرة ثانية الاضارة التعليمية المتميزة وهناك رسائل ماجستير ودكتوراه في هذا التخصص بشكل خاص وقلنا ان مثال علم محمد عليا اللغة العربية يعني ان هناك اربعة جوانب او ثلاث جوانب يجب ان يتعلمه محمد علم باللغة العربية علم بنفسية الطالب الذي يدرسه اطار الاجتماعي علم طرق توصيل المعلومة الى الطلاب وكل له تخصص كليات التربية الموجودة في العالم كلها التي تؤاهل المدرس تكون على وعي بهذه المحاورة الثلاثة الاساسية فتدرس تسمى مواد التخصص وتدرس مواد لعلم النفس والاجتماع وتدرس مواد اخرى في طرق توصيل هذا كل بعد هذا الفهم لهذه التخصصات المتعددة فهذه هي الاشياء الاساسية التي يجب ان يتحرك فيها اي استاذ او اختيار الاساتذة الذين يقومون بهذه العملية انا استبيح اخي خالد اضرا في هذا انا الميكرافون انا بحب تكلم الحقيقة وتعريبا مش حاضر اصبر كتير يعني على العدد الا مقاومات الاساسية هناك مقاومات اساسية لأي اساسية في اي جانب من الجوانب وهناك مقاومات تتعلق بالوظيفة التي يقوم بها الاستاذ نوع التخصص الذي ادرسه الاستاذ هذه المقاومات الاساسية نحن لنا منهجية في التربية الاسلامية التربية الاسلامية تربية متميزة تميز هذا يبدأ من من ناحية حتى الزمان هل التخطيط ان اكون مدرسا لصناعة اجال تسعد في هذه الدنيا فقط اسألوا اي مدرس اي مدير مدرسة اي استاذ مناهج في اي مكان غايته ان يسعد الطلاب في الدنيا نحن عندنا لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة صلة الارض بالسماء هذه قضية اتفق النظام العلماني في اوروبا وفي امريكا على تنحية الدين تماما من قضية التدريس اصبحت هذه تدرس في الكنائس في المدارس الكاثوليكية مدارس خاصة لكن نحن عندنا الدين هو المحرك الاساسي لهذا العلم اقرأ لكن كيف باسم ربك الذي خلق فعندنا التوجهات جد مختلفة من بداية الطريق نفسه لا بد ان تكون هذه في حسنا ولذلك المؤسف ان كثيرا من اخواننا الذين كتبوا في التربية الحديثة نقلوا نقلا حرفيا حتى فيما يتعلق بالقضايا المراهقة الطالب هنا او الولد الذي يربى في اطار الشهوة المنفتحة في اطار انه لا توجد عورة في اطار انه لا توجد محرمات اختلف تماما عن اطار الطالب الذي يتربى منذ صغر على انه هناك عفة في طهارة في عورة في حرمات ومحرمات فنقلوا كتب ومؤلفات الشرق درجة الاستاذ في مؤتمر من المؤتمرات التربوية التي حضرتها الاستاذ انتقل من قال فلان الى قال فلان قال فلان وبيفخر ان انا كالمؤتمر سنة 98 انا جايب اخر حاجة طلعت في التربية الحديثة من امريكا سنة 98 فقفت قلت له يعني انت تتكلف بدولة اسلامية وعلمك بالدولة بالنظام الاسلامي التربوي لم يذكر لم يطرح اصلا في عرضك وفي برنامجك وفي بحثك الذي عرضت وهذا لا يليق وانت اسمك من اسماء الاسلامية وعالم من علماء التربية الحديثة فحصل فتنة كبيرة جدا به هذا الغرب ونحن عندنا اصول الجانب الروحي فيها والخلقي جوانب اساسية الجانب العقل الموسوعي الجانب البدني الذي يجعل الانسان يوصل هذه الرسالة بقوة يا يحيى خذ الكتابة بقوة واتيناه الحكم الصبية مقاومات وظيفية علم موضوع التخصص معرفة القواعد كاول شيء في موضوع التخصص تذوق اللغة ممارسة قواعد اللغة العربية هذه الممارسة لحدثنا في شيء منها ويعني نأخذ وقتا سريعا في بعض هذه الجاملة تفيد في طرق توصيل اللغة العربية لطلاب غير العرب أو العرب الذين تربوا هنا وأبناؤهم لا يتكلمون لغة العربية أريد قبل أن ندخل إلى طرق التدريس أن نحدد ما هي الأهداف من العملية التربية كلها هذه الأهداف هناك ثلاثية ضرورية جدا في أي درس من الدروس عامة وفي تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية خاصة إذا أعد الأستاذ الدرس ولم تكن هذه الأهداف واضحة جلية تماما ولم يضع لكل هدف ما يناسبه في التحضير في الإلقاء في التقويم في ثلاث مراحل ضرورية جدا لمتابعة هذه المسألة عند التحضير الأهداف واضحة في معلومة للعقل وفي أشياء مشاعرية أشياء قلبية وجدانية وهناك أشياء لتحويل هذه الأشياء إلى مواقف عملية حياتية فالهدف الأول هدف معرفي الثاني ويتصل بالعقل فكرة قوية للعقل نبئوني بعلم ليس بالوهم ليس بالضعف المسلم تعود دائما على أن يقبل الأفقار الصحيحة الله تبارك وتعالى يأمرنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين مش كلاما غير برهانة ولا دليل والاستدلال عند علماء الأمة أول باب من أبواب أصول الفقر وباب الأدلة الأدلة التي يأخذ منها الأحكام الشرعية وكل مسألة عارية عن الدليل لا قيمة لها فهنا الهدف المعرفي هناك الكثير جدا من الأساتذة كثير من الخطباء من الوعاظ اللي بيلقوا دروس بهدف الأساسي يلقي موعظة للناس أفكار عملي حضر معلوم وارا معلوم معلوم وارا الثانية لكن هدف المعرفي هذا يجب أن يتجازل الإنسان أنه يجعل فيه مشاعر قلبية وجدانية فلو أني أدرس الصلاة أحكام الصلاة إذا درست أن الصلاة فريضة وواجبة وأن تاركها يكفر إذا كان منكرا لفرضيتها عند جمهور العلماء جميعا باتفاق أما إذا كان متكاسلا فعند الجمهور أنه فاسق وعند الإمام أحمد أنه ما يزال كافرا هذه معلومة لكن هل جعلته يخاف من ترك الصلاة هل جعلته يحب أن يصلي دي مسألة قلبية هل أخذت ودربت داخل المدرسة على الصلاة وصلاة الجمعة دي مسألة سلوكية هل أخذت الطالب وخلت يتوضى أمامي وهو يتوضى لتنه الآن الذنوب بتهت اليد كما جاء في حديث الإمام مالك خلاص طارت هذه الذنوب تسقطت خطايا الوجه حتى تخرج من تحت أشفال عيني فيه نور يوم الإيامة أنتم الغر المحجلون المؤسف أن بعضا لا أريد أن أقول كلا من الآباء في البيوت والمدرسون والمدرسين في المدارس يتعاملون مع هذه المسألة عنه فرض واجب فيضيف معلومة إلى الطلاب أنه يرتكب شيئا محرم بالتكاسل عن الصلاة أو عدم إقامة أو عدم إحسان الوضوء لكنه لا يصل إلى نياط قلبه ليعيده إلى الفطرة النقية التي قال الله تعالى في سورة الروم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله تأقنوا أن أولادنا فيهم فطرة زكية تحتاج إلى نوع من التجلية تجلية هذا الصدق الصدق التي يأتي إجباريا أنا عندي شفافية الولد موجود يعني رسمين الولد موجود في داخل دائرة وبعدين في أسهم جاء عليه من الميديا من الأصدقاء اللي هو ضغط القرناء في علم في العلم النفس من الكوميونيتي الموجودة حواليه من المدرسة التي يتعلم فيها من أشياء كثيرة جدا ولم يعد أي واحد ليس الحل الوحيد أن الولد يذهب إلى البلاد لأن البلاد أصابها الآن من الفساد الدول الغربية دفعت ملايين حتى تدخل القنوات الفضائية المفسدة إلى بلادنا الإسلامية وتعطينا الإبرة يعني بالحساب بالنقير والقطمير فإذا أرادت أن ترسل ثقافة تعطيك وتعطي مع النقود وترشي المسؤولين وإذا أردنا أن نحتاج شيء ضروري للحياة لا تعطيك إلا أن تدفع دم القلب فهي عملية إفساد بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون فالأولاد إذا لم أستطع أن أوجد انتقالا في العملية التعليمية داخل الفصل في اللغة العربية في تربية الإسلامية في أي جانب من الجوانب من كونه يتعامل مع اللغة من خلال موقع أو مع الأذب الإسلامي أو الخلق الإسلامي من خلال موقع اللي ينتقل أصاحب موقف ما الفرق بين الموقع والموقف الموقع يعني أنه يمارس اللغة أو يصلي في البيت إذا أمره الأب والمدرسة إذا أخذه الأستاذ أو ذهب في صحبة الفصل الدراسي إذا انتقلت به أن يصلي إذا كان وحده إذا الصلاة صارت بالنسبة له موقفا إذا جعلت يعتز بأن يتكلم العربية إذ لم يكن ذلك فرضا عليه داخل الفصل إذا أنا قد وصلت إلى هذا الأدف الوجداني والسلوكي في آن واحد هذا هو الذي يجب أن يلاحظه الأب ويلاحظه الأستاذ هل الطالب لا يتحدث العربية أو الطالب لا يمارس الشعائر التعبدية إلا بدفع من الغير من الأب والأم في البيت من الأستاذ والمدير في الداخل المدرسة إذا نقلناهم هذه النقلة نكون قد نجحنا في العملية التعلمية أما إذا ظللنا ندفع فيهم في كل وقت وحيين يعني أن هناك خلل نبحث عن طريقة علاجة هذه مسألة ضررية وهذه أحفظ القرآن هلما أستاذ حببه من الطريق فهم هذا الوجدان أن الجانب الوجداني إذا تحرك يتحدى الإنسان العالم كله ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي ذلك فهم يويدي لما كتب مقالة بعد الأيام الأولى من الانتفاضة التي بدأت بفضل الله تبارك وتعالى قال سقوط أساطير الصراع قال أن إسرائيل تملك قدرة لكنها لا تملك قوة القوة في هذا الأب الذي يربي ولده على الشهادة والأم التي تزغرد عندما تلقى ابنها الشهادة بسبيل الله عز وجل وتدفع بالثاني ليستشهد أو ليجرح بسبيل الله عز وجل وحماية المسجد الأقصى هذه القوة ثم ذكر أن أمريكا غلبت في فيتنام كانت معها القدرة لكن لم تكن معها القوة القلبية وهزمت في الصومال أيضا وأن أفغانستان هزمت روسيا القيصرية الكبرى وأن الفرنسيين هزموا في الجزائر وأن الإيطاليين هزموا في إيطال وأن الإيطاليين هزموا في ليبيا وأن الفرنسيين هزموا من قبل في مصر والتاريخ سيعيد نفسه قطعا تلكم إرادة الله تبارك وتعالى هذه المسألة لا يمكن أن تحدث إلى إذا كان الإنسان لو أعطت الدرس لواحد إن الشهادة مفيدة جدا ولكن إذا لم تصل إلى نياط القلب يحب والموت في سبيل الله أسمى أمانين لن تستطيع أن تجد من يأخذ هذا السلاح البسيط جدا فيقاتل بها عدوا عنيدا جدا هذه المسألة تحتاج إلى إطار وجداني قوي الأستاذ لا يفعله مرة واحدة ولا الأب في البيت وإنما يجب أن يكون التذكير فيه لطف فيه تحبيب بحث عن كتاب الترغيب والترهيب بالنسبة للأستاذ في هذه المسألة ضرور جدا واسترجاع أحاديث فضل أي موضوع نتكلم فيه والنصوص والآيات والقصص والعبر قراءة كتاب الشيخ قالد محمد خالد رجال حول الرسول أو رجال من التابعين كتاب آخر أو حياة الصحابة الكندهلوي أو طبقات الصحابة أو أسد الغابة في طبقات إلى آخرة استيعابل من عبد البر كل هذه الأشياء مهمة جدا لإيجاد نماذج تشد الإنسان في قلبه إلى التعامل مع اللغة أو التعامل مع شعائر التعبذية الهدف السلوكي ممارسة فالمعرفة تؤدي إلى فكرة قوية للعقل والوجدانية تؤدي إلى وجود فطرة نقية في القلب والسلوكية حركة فتية للجوارع إخواني الذين حقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثين ألفا لكن الإمام الثعالبي في كتابه الفكر السامي الإمام ابن القيم في كتابه علام الموقعين الإمام ابن حز في كتابه الإحكام في أصول الإحكام قال أن الذين قادوا حركة الفكر والتغيير في العالم مئة وثلاثون من الصحابة مئة وثلاثين واحد هؤلاء تميازوا جميعا من أصحاب فكرة قوية في العقل فطرة نقية للقلب حركة فتية للجوارع عندنا علماء عندهم أفكار قوية جدا لكن هو ليس بالقائم الصائم القانت أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إذا لم يرتبط العقل بالقلب فطرة نقية في القلب وفكرة نقية قوية في العقل لا يمكن أن تكون للإنسان هذه القدرة من التأثير العلماء المؤثرين الآن في العالم الإسلامي وقبل الآن ابن باديس في المغرب العربي وعمر المختار في ليبيا وحسن البنة وسائد قدب في مصر والشيخ محمد بن علي الشوكاني في اليمن الشيخ محمد عبد الهاب في السعودية آيات الله الدهلوي وابو الحسن ندب الأعلى المودود في منطقة شرق الأمة الإسلامية لو تتبعنا هؤلاء سنجد أن كل واحد سواء كان نتحدث عن الإعداد أو حتى عن أنفسنا أنه لم يتعلم علماً وصار ده فطرة نقية فقط أيضاً وإنه كانت له حركة فتية في الواقع الذي يريد تحرك في كل جالية كل بلد فإذا فقد الإنسان واحداً من هذه الثلاثة سواء كان المعلم أو المتعلم فإنما يفتقد ركناً أصيلاً في عملية الإصلاح والتغيير للمستقبل والأمة لن تعود إلا بهذه المتوازيات الثلاثة الفكرة القوية للعقل والفطرة النقية للقلب والحركة الفتية للجوارع لكن ناس عندهم علم وأصحاب مشاعر طيبة وقلسين يتركون الفسادة ينتشروا حولهم في كل جانب قضية الأقصى الآن مشتعلة وأفواههم مكممة لم يقولوا كلمة حقاً عند سلطان الجائر الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه أحداً إلا الله إذا أخرجنا أولادنا على هذا النح سيسألنا الله يوم القيامة لماذا كنتم كذلك ثم أخرجتم أولاداً صم بكم عمي فهم لا يرجعون كما قال سبحانه في صورة البقر من هنا فإن قضية الأهداف لا بد أن تكون واضحة بشكل واضح جداً عند الأستاذ مسألة الاستماع عفوا الأهداف الثلاثة هذه عندما أصبها في تعليم اللغات عامة واللغة العربية خاصة لابد أن تتحرك بهذا الطريق المرسوم الآن أن تبدأ بمهارة الاستماع ثم النطق ثم القراءة ثم الكتابة بعض الأساتذة يبدأ من الآخر يقول لك هات الكتابة وبعدين يقرأ وعدين ينطأ غالباً ده ما بينطاش الولد اللي بالشكل ده بيرسم لكن لا ينطق ممكن ينطق لكن لا يفهم فهذه المسألة في غاية الأهمية أن يستمع الطالب من أستاذه خاصة في تعليم اللغة العربية الغير ناطقين بها وحتى في تعليم اللغة العربية للعرب لا بد في أي لغة من أن يتأكد الأستاذ أن الطالب قد سمع لغة صحيحة سمع هذه اللغة في نسقها اللغوي الصحيح ليس من خلال لغة أخرى المقتل الأول لتعليم اللغة أن يعلم اللغة من خلال لغة وسيطة هذا أول مقتل أو أن يعلم اللغة من خلال العامية المقتل الثاني أكبر أزمتين يواجههما الطلاب من أستاذتهم هما صحيح يبدو أنه يسهل على الطلاب هو في الحقيقة يسهل على نفسه ها يسهل على نفسه لا يسهل على الطلاب لأن الطالب جاء ليتعلم ودفعه أبو ليتعلم وإذا كان أبو لا يريد أن يتعلم العربية فالأصلاة لا يبقى في المدرسة أو أن يكون له حالة استثناء خاصة لكن لا يمكن أن يكون الأب مسلما حقيقيا أيا كانت لغته الأصلاة التي تكلم بها إذا ويجب أن يعتز بلغة القرآن قرآن عربيا غير ذي عوج إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فهذه لغة الله تبارك وتعالى لغة القرآن التي أنزل الله تبارك وتعالى بها قرآن لغة أهل الجنة ليست لأنها لغتنا إن ابن جني لم يكن عربيا لكنه كان يقول لأن أرجى بالعربية خير من أن أمدح بغيرها يعني واحد يعمل قصيدة يجاء فيها بالعربي وفضلها على واحد يعمل لي قصيدة مدح بغير العربية هكذا كان اعتزازوه بالعربية ولم يكن عربيا ابن جني سيباوي أول من كتب كتابا قوية جدا حتى الآن لا يستطيع أن يفهمها إلا ناس في مستوى الماجستير في اللغة العربية غالبا اسمه الكتاب لسيباوي الكتاب سماء الكتاب فكثير من هؤلاء العلماء الذين وضعوا حتى معاجم اللغة الفيرو زبادي قاموس المحين يمكن يستفنى الخريب ابن أحمد الفرايدي في كتابي اللي هو كتاب إيه العين سماء العين من وصف أعمق الحروف من وجهة نظريه هو حرف العين يخرج من الحلق من أسفل فهل سماء أول حرف في وجهه الهواء عندما يخرج من يعني عبر الأحبال الصوتية وعبر الحنجرة المهم فهؤلاء كانوا اعتزازون بالعربية اعتزازا رهيبا جدا إلى الآن بعض إخواننا الأعاج إذا رأى كلمة عربية أي أن كانت هذه الكلمة يرفض أن هذه الكلمة تلقى في القمامة لأن هذه الكلمة من كلمات اللغة العربية المقدسة هذه اللغة المقدسة فيرفض أن يضعها في القمامة ويحرقها إذا لم يستطع أن يحتفظ بها فمهارة الاستماع هذا الاستماع لابد أن يكون متنوعة استماع من الأستاذ استماع من طالب من تميز استماع من مجموعة الطلاب استماع من الآلات العجيب أن قضية التعليم هنا يجب أن ترتبط بتكنولوجيا الواقع لكن أقل وناس يستعملون سيديز يستعملون الشرائط الكاسد وغيرها ومن أخوة في المدارس الإسلامية هذه كارثة هذه كارثة في يعني عندما طلب بزيارات لبعض المدارس في سلطنة عمان وجدنا المدارسين للنغة التربية الإسلامية لا يحسنون التلاطة القرآن الكريم كثير منهم تم الحديث مع إخواننا في الوزارة أننا يمكن أن نتطوع بتأهيل هؤلاء المدارسين في أحكام التجويد قالوا خلاص أهل المسال خلنا أننا نشترط أن نتعملوا معمل كمبيوتر عشان نشرع عليه قواعد التجويد كل اثنين على الأقل يجلسوا على الكمبيوتر نجبوني جهاز العرض من الكمبيوتر ليس هذا فقط جهاز الالي سي دي ونحلت مباشرة وأتينا ببرنامج صخر صوت الشيخ الحصري دقيق جدا وبدأنا نجمع كل أربعين مدرس من مناطق متعددة يجبوا يعدوا سبعين نجمعهم ثم يأخذون البرنامج على ثلاث مرحل مرحلة القاعدة النظرية حالة أنه هو مع الكمبيوتر مرحلة أنه يقرأ مرحلة أنه نفسه يشرح يعني علمناهم ليس فقط أحكام التجويد وإنما كيف يمارسها ثم يدرسها يعني طرق تدريس أحكام التجويد للطلاب وعندي يعني بحثي في هذا موجود يعني أرجو إن شاء الله أن أنا أفرق له قريبا لمراجعتي بإذن الله تبارك وتعالى وطبع هناك لكني أحتاج إلى مراجعتي فأقول أن استعمال هذه الأشياء الأستاذ لما يدخل الفصل معه مسجل بيعمل تشويق للطلاب مرة ثانية جايب لهم جهاز تلفزيون طبعا جهاز تلفزيون نحن نتمنش نشيله على كتفنا والأستاذ العمال يحتل تحت الجهاز هيجيب حاجة جر كده وبعدين يوم ريح موقفه ووقف هنا بيوقف وبعدين يبدأ يعرض حاجة فيديو كاسد هذه الأشياء مفيدة جدا في إحداث نوع من التشويق والتغيير داخل الفصل مهم جدا الأستاذ أن يستعمل هذه الوسائط المتعددة الاستماع يعقبه طالب استمع إلى الحرف استمع أنا أعود لموضوع الاستماع مرة ثانية ولعلي الآن أفضل أن نعود إلى قضية ننتهي من قضية الاستماع كمرحلة أولى في قضية تعليم اللغة بالذات غير نطقين بها مرحلة النطق ثم القراءة والكتابة مسألة الاستماع اشترط فيها صحة الأصوات اللغة العربية لا يمكن عزلها عن القرآن الكريم على الإطلاق والأستاذ الذي يدرس لغة عربية وليس عنده تجويد يقول أن هذا خاص بالأستاذ المدرس لتربية الإسلامية هذا غير صحيح بالمرة بالمرة أستاذ اللغة العربية يجب أن يكون أحكام التجويد عنده دقيقة جدا وقوية جدا والتفخيم والترقيق بشكل خاص يتخيل الطالب يعني الذي يسمع من الأستاذ والطين والزيتون يعني ولسوف يعطيك ربك فتردى هذه قضية لا يمكن أبدا يعني أن تفهم اللغة إلا من خلال قوتها وأصوتها وبالذات الطالب الأستاذ سيجد طعوبة شديدة جدا أن الطالب يتعلم حروف التفخيم لأن حروف اللغات الأخرى خاصة اللغة الإنجليزية يعني أنا عندنا لما كان أستاذ الدكتور عالي الجندي يبقى راضي عني يجي يقول لي يا صلاح ويبقى غير راضي يقول لي يا صلاح في يعني يقول لي أنا أقول له أنا أعرف رضاك من غضبك فالتفخيم والترقيق لما أحد اسمه خالد يقول لي خالد خاء بتفيد يعني نوع من الفخامة شوية من تسمعها أميرة يقول لك أميرة يعني حاجة بسيطة قوي إنما أميرة راء المفخامة لأنها مفتوحة أميرة يعني لها يعني الصوت بيعطي قوة للمعنى لما القرآن يقول وهم فيها يصطرخون لك أيضا لو إنها نقولها وهم فيها يسترخون هي أصلاح الصين يسترخون يعني يسترخي يعني واحد يسترخي أو واحد يصوصو زي الفنان ولا حاجة وهذا الصراخ في النار والعياذ بالله هو الصراخ رهيب جدا وهم فيها يصطرخون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن الظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون أنه كان فريقه من عبادي إلى آخر الآيات من سورة المؤمنون فنحن إذن أمام نمط من اللغة الصوت فيه يحكي المعنى الصوت بيدي معنى التين حاجة رقيقة حاجة جميلة حاجة لذيذة النمطين حاجة وحلى يعني مختلفة تماما تشد الإنسان الأرض فيها يعني التصاق بالأرض والحقيقة أن أن جن في كتابي فقه اللغة للثعالبي لما يفصل لك في معاني الحروف نفسها يقول لك مثلا نثر أو بحث الباء تحكي انكبابه على الأرض والحاء تعني الهمة وبعدين الثاء كأنه ينفخ كده في الأرض يشوف الحاجة أصوات اللغة العربية أصوات موسيقية راقية جدا تعطي المعنى محشوا مع النسق والجرس معا فيه نمط رائع جدا وذلك القرآن الكريم تجد عندما تكلم عن الجنة تجد الأصوات المرقاقة هي الغالبة ما تكلم عن النار الأصوات المفخمة هي الغالبة ف لماذا لأن هذا في حالة تعذيب حالة ضجر وانفعال هذا في حالة رقة حتى النصوص الإنسان لما يقرأ في آيات سورة الإنسان ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة عينا فيها تسمى سلسبيلة تخيل لو كانت صلصبيلة يعني كانت تبقى يعني دمات إلي جدا لو صلصة صلصة يعني حاجة ها نعم سلسبيلة آآ يعني لها نسق ولها روح ولها معنى فالأستاذ لا بد أن نراعي أن نراعي هذه المسألة جدا وهو يلقب الأصوات إلى الطلاب لا تقول لي الطلاب لا يفهمون الطالب يجب أن تلقى إليه اللغة الصحيحة حتى لو لم يكن يعرفها فإذا ما كانت المسألة الأولى القنطرة الأولى فاسدة فكل ما سيأتي بعدها سيكون فاسدا الطالب عنده مشكلة في الحاء لابد أن يسمع حاء حتى لو في الصعوبة أظل يسمع حاء يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم أنت أقول بسم الله الرحمن طب حرف الحاء يكون صعب جدا إذا روطك ساكنا لكن إذا جئته مفتوحا أو مطمونا يكون أسهل إذن أنت تقول له حرف يعني حرف حمد حامد يكون ما الذي يسمه حامد ما اسمه حامد يبقى أخذ الحرف حروف الصعبة بالذات الغين والحاء والحرف الضاب فيه عددنا الحروف جمعها لسالة الدكتور حسني أنديل في بحث قدمه لسالة دكتوراه وبحثه منتمايز جدا في هذه المسألة عن الحروف الصعبة من خلال خبرة أكثر من 20 سنة في تعليم اللغة العربية لو أردنا تقين بها وعمل تدريبات عملية على كل حرف نادي الحروف كيف يستطيع أن الطالب يمكن أنه يتجاوز بأقصر تدريبات ممكنة الحروف الصعبة التي خاصة المفخة منها طبعا المؤسب أن لغتنا العربية صار فيها الترقيق هو لأن وبالذات الخوات لما تبقى تقولك يعني استعمل لأقولك سباح الخير عشان يعني تباني أنها إنسانة رقيقة ها هذا الكلام غير رقيق ولا غير دقيق ولا يبقبول أبدا يعني اللغة العربية لها نمط ولها روح لابد أن ننقي إليها للطلاب بأصواتها الصحيحة وبقوتها التي تحشد المعنى حشدا في ذهن الطلاب إذا فهم المعنى سيكون المعنى قولا واحدا قد وصل مع المبنى في آن واحد لكن لا توصل المعنى باللغة الإنجليزية والمبنى فاسد يعني لا الشكل ولمضون عامل زي الشاعر اللي قلنا عليه اللي جاء عندنا كلية والأستاذ الناقد قال له أنت شاعر بس مشكلتك الوحيدة أن الشاعر بتاعك يعني فيه عبين اتنين الشكل والمضمون غير كده ما فيش أي عب تاني فإذا كان المبنى فاسدا والمعنى بتوصله بالإنجليزي فماذا بقي إذن خلاص الطالب لن يستطيع أن يتعلم اللغة لأنك أنت الذي لم تتح له فرصة لهذا التعلم النبر والتنغيم النبر غير الصوت اللي هو التفخيم والترقيق اللي هو الحرف النبر هذا أين تقف وأين تصل نحن عندنا درس الوسط والوقف في القرآن الكريم أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يأثم الإنسان إثماً لا حد له إذا في الوصل والوقف ومرتبط مع النبر والتنغيم أن الله لا يستحي حرم العلماء أن يقف الإنسان عندها لأن الحياة خلق راك جداً لله تبارك وتعالى وهو في الإسلام أرقى خلق روى الإمام مالك أنه سلم قال إن لكل دين خلق خلق الإسلام الحياة فلا يجوش شرعاً سن أن يقف عنده لا يستحي إنما يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه وقالوا اتخذ الله ولده لا يصح أن تقف تقول وقالوا وتأث لو واحد دخل جديد وانت بتقول اتخذ الله ولده ده نادي جملة خبرية أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقول عنهم كبيراً ده نمط لغوي لابد الإنسان أنه يتحرك في الوقف والوصل والنبر والتنغيم ليدل على أن وقالوا اتخذ الله ولده سبحانه بل لهما في السماوات والأرض كل له قانتون الوقف إنما يستجيب الذين يسمعون يبقى وقفت عند معنى التام والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأياد شاهدة كما قال في ألفية صاحب ألفية مالك لما قول جملة مفيدة يبقى فيه نبر نبرة هدية والخبر والخبر الجزء خبر اللي هو المفتدأ يعني الجزء المتم الفائدة لما تقول محمد قبلناه في مؤتمر التعليم في ماس سنة ألف وتسعمية ألفين وكان في فندق هيلتون كل ده فين الخبر قابلته هذا الأسبوع يبقى يبقى ده جملة تمن كل الجمل اللي فلوسة هذه سدل على أن الخبر لم يأتي والنبر يدل على هذا يعني محمد الذي كذا 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 طب ما له والله موجود في المؤتمر الآن يبقى هذا هو الخبر يدل على هذا النبر طول من تحافظ نبرة عالية أو نبرة هادية بتبين إذا كان معنى تم أو لم يتم وقالوا اتخذ الله ولده نبرة عالية لغاية موصل لولده إنما إنما يستجيب الذين يسمعون وفت ده معنى تم والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون يبقى المسألة النبر بيّن حتى لغير العربي إن هنا في معنى واقف ولذلك لذلك البيت دون لو قرأنا بطريقة الوصل مع نبره تنغيم نظر إلى هذا البيت لا يكون العير مهرا لا يكون المهر مهرا وأسم البيت على إنه فقط تقسيم شعري يعني نص البيت الأولاني وده نص البيت التاني هذا البيت دوق عدد كبير جدا من الشعراء لما دعاهم الإمام والنقاد لما دعاهم أحد الخلفاء بين العباس أنهم الشعر قال البيت بالشكل ده وشعر بدوي يعني لا يخطف مثل هذا البيت ده فيه خطأين إيه هم الخطأين ها يعني فيه خطأ لا يكون المهر مهر ماله يبقى المهر إيه يعني فيه خطأ في المعنى فيه خطأ تاني فين في النحو لا يكون المهر مهرا المفروض كده صح أو ليه فلما دعا الإمام الأصمعين وحرى قضية النبر والتنهيل مع الوصف والوقف راح قامل فيه بالطريقة دي لا يكون العير مهرا لا يكون المهر مهرا زبطت المسألة أنا ما زبطتش اللي زبطها الوصف والوقف مش التقسيم بتاع ده نص البيت يسمونه صدر البيت وعجز البيت لا اللي ضبطوا الوصف والوقف والنبر والتنغيم لا يكون العير مهرا لا يكون توكيد قال يا أمير المؤمنين ما استأنف ولكنه أكد يعني يصد على شطر البيت التاني ما استأنف بلا يكون تلأ اسمعي ولكنه أكد بلا يكون لا يكون الأولى لا يكون العير مهرا لا يكون المهر مهر فهنا ضبطت من حيث المعنى وضبطت من حيث القواعد اللغوية لا يمكن ضبط المسألة بغير هذه الطريقة لو عدنا إلى شاعر عمر بهاي الأميري كلمة بابا الأولاد لما يجيوا ينشدوا بابا بابا جاء بابا جاء بابا جاء بابا جاء بابا جاء لما يكونوا يعملوا حاجة غلط بابا جاء الصوت بتاع بابا اختلف تماما خلي بالك بابا ماما جاء وهتافهم بابا إذا بتعدوا بابا إذا بتعدوا يندى بابا ده رداء وأنا حيبهم بابا إذا واحد ضرب بابا يعني يستغير وأنا حيبهم بابا هي كلمة بابا وحدة أو ماما وحدة لكن نبرو التنغيب الصوت الأستاذ في المدرسة في الحصة مع أي وستوى عربي كلغة أصلية أو نان عربة لابد أن يستعمل هذه الصورة بزلط كلمة بابا أيضا كلمة ولد عندما تقول يا ولد معناه تعالى نداء يا ولد زجر يا ولد يعني معجب جدا إيه الحلوة دي إيه يعني الإتقان اللي أنت بتعمله ده هي كلمة واحدة لكن الصوت هنا يغير تماما المعنى فشوف كلمة يعني يا ولد الولد يشوف عين الأب ويشوف يفهم أنه زجر وبالعكس تماما يفهم أنه إعجاب وإعجاب شديد جدا من الأبي بابنه إذا لم يستصحب الأستاذ داخل فصل هذه المسألة حقيقة أداءه يكون ميتا جدا يقدم لغة ميتة لغة ليست حية ولغة العربية لغة حية لغة فيها روح نبض لابد أن تصل المعاني من خلال هذه الكلمات بنرجع إلى المهارات أين الضجيج والعذو اتصلوا بالجامعة أصورها لكم كلها نكتبها لكم على قصيدة أنا مختصر منها ستة أبيات فقط أو ستة أبيات فقط لكن هي عندي القصيدة كلها فنكتبها لكم ونبعتها لكم بالفاكس إن شاء الله موجودة عندي القصيدة عمر بهاء الأميري فالصوت الذي يلقي به الإنسان حتى بيختلف باختلاف الموضع والموقع والمكان والموضوع فإذا كان الشعر رفاءاً اختلف في الإلقاء إن صخراً لتأتم الهداءة به كأنه علم في رأسه نار دمين الخنساء لكن لما قلنا نلقي قصيدة شعرية في موضوع حي وحماسي لابد إن الأسلوب يختلف فلما أخذ أيضاً لمحمود عمر الشاعر محمود عمر حروف من رصاص عندما أتكلم عن القدس 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 أين حبيبها القدس أين حبيبها أدعو الذين يجعجعون بحبها ويرددون بأنهم أبناؤها أن يخلعوا ثوب الحداد الأغبرة أن يلبسوها ثوب عرس أحمر أن يمنحوها العز والشرف الذي كانت تعيش أن يقلعوا منها شجيرات الحشيش لتظل ترفع هامها نحو السماء وتظل تفترش العلاء والكبرياء الكبرياء لازم تتقال كده يكون فيها اعتساس فعلاً العلاء والكبرياء وقصيدة الحقيقة طويلة القدس تعرف من هم أبناؤها والقدس تعرف أين يرسو حبها أبناؤها أحفاد عزة خالد وأبي عبيدة أبناؤها من قد أباد الخوف عنده أبناؤها الجيل الذي حمل السلاح يريد ربه فأضاء نور الله في الميدان قلبه فامتد حتى صار عملاقاً قوية يجتاح موج الليل يرقب فجره الحر السنية هكذا يمكن أن تكون هذه الكلمات مؤثرة وقوية بطريقة الأداء وبطريقة الإلقاء وأنا يعني لا أدري هل يمكن أن نعطي بعضكم يعني قصائد الآن وتقرأ اللي مجرد طبعاً إذا أعطيها الدورة في مدرسة من المدارس الأصل أن مثل هذه المسائل يكون فيها جزء نظري وجزء أساس تطبيقي يعني فهل تحبوا نحن نأخذ دقائق ولا نستمر على هذا النحو نتركها للضيوف نتركها للضيوف أنت بتكريبوا الضيوف كرب رهيب يعني ما رأيي يا إخوانا التعارف اللي قاله الله يا زمري نعم فالإنسان لما يأخذ هذه المعاني ويلقبها إلى الناس الموضوع نفسه لابد يختلف لما نتكلم في قضية الأقصى وندعو الانتفاضة غير ما الإنسان يسخر من قضية نوم الشعوب نامي جياع الشعب نامي حرستك آلهة الطعام نامي فإن لم تشبعي يقظة فمن المنام نامي تزرك عرائس الأحلام في جنح الظلام تتنوري قرص الرغيف كدورة البدر التمام وتري زرائبك الفساح مبلطات بالرخام نامي نامي جياع الشعب نامي يعني دي قصيدة حماسية على الرغم أنني حقيقة لا أحب الشعر الحديث هذا ليه فيه موقف لكن إذا جاء فيه موضوع مهم وبطريقة جيدة أستصحبه يعني أتعامله معه فالروح يتعلق بالموضوع الذي يتعامل فيه الإنسان فقضية الاستماع لا بد أن يتعامل فيها الإنسان مع قضية الصوت التفخيم والترقيق الوصل والوقف النبر التنغيم أيضا تشكيل أواخر الكلم طبعا موضوع سكت تسلم دي أسأله الحقيقة يعني أجدها حاجة صحيح يعني أنا أود لو واحد من حضراتكم يقرأ مرتين أنا جايب أخبار معايا بتاعة النبالة إمام الحرم الباكية باكية من أخر أحد يقرأ إقرأ مرة بالتسكين قضيهم قضيهم أنا بقرأ بالتسكين قلين أشكين قل قل ما شكينيش ونشوف طريقة الأداء اللغة نفسها إمام الحرم باكية نعم إصابة سبع شباب مواجهات في قرية حالس قصيد الليلة الماضية سبع شباب سبع شباب حتى لو هي مصصة سبع أنا كذب رأي إمام الحرم الباكية إمام الحرم المكي باكية أين المليار مسلم من أعهات الجرحة وبكاء الثكالة والأيتام في صفة مؤثرة قوية انتقد إمام الحرم المكي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس سديس سديس هذا سكي حتى إمام الحرم المكي رفض بيها سكي تفرج العرب والمسلمين وصنط العالم المريب أمام المجازر التي يرتكبها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني المسلم ودعا الشعب الفلسطيني إلى السباب وعلى مليار وبشرهم لأن نصر الله قريب نصر الله نصر الله قريب لنص الكتاب والسنة ودعاهم إلى استمرار الجهاد كما دعا إلى عمل استمرار الجهاد كما دعا إلى عمل مخطط ومبرمز بتحليل فلسطين وعدم الركون إلى رجود الأسعال وهي الهفة العربية والإسلامية المؤينة للشعب الفلسطيني المسلم نعم طيب حالي أقرار المشكلة أمام المشكلة أمام هنا أمام أمام طيب يا ري بس في غطة ضلعة العرب المسلم هي العرب المسلم نعم 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 صححية نعم من ويقضى عيني أمام المعامر ما شاء الله في لغة نعم خطبة دينا ما هيجوا يتجوزوا خطبة نعم في غطة مؤثرة قوية انتخذ إمام الحرم المكي الشيخ الدكتور عبد الرحمن عبد الرحمن السديس سديس سديس قولها إمام الحرم المكي في خطبة الجمعة اليوم اليوم تفرج العرب والمسلمون وصمت العالم المريب أمام المجازر التي يرتكبها الصهاينات ضد الشعب الفلسطيني ضد الشعب الفلسطيني المسلم ودعى الشعب الفلسطيني إلى الثبات وعدم اليأس وبشرهم بأن نصر الله قريب بنص الكتاب والسنة ودعاهم إلى استمرار الجهاد كما دعا إلى عمل مخطط ومبرمج لتحرير فلسطين وعدم الركون إلى ردود الأفعال وحيى الهبة العربية والإسلامية المؤيدة للشعب الفلسطيني المسلم أكدت على تشكيل فالمعنى هذه عندما تسمعونا لا يشك أن هناك اختلافا يعني يمكن اسمحوا لي أن أعيد قراءتها إمام الحرم المكي باكيا أين المليار مسلم من آهات الجرحى وبكاء الثكالة والأيتام في خطبة مؤثرة قوية انتقد إمام الحرم المكي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي في خطبة الجمعة اليوم تفرج العرب والمسلمين وصمت العالم المريب أمام المجازر التي يرتكبها الصهايين تضد الشعب الفلسطيني المسلم ودع الشعب الفلسطيني إلى الثبات وعدم الياس وبشرهم بأن نصر الله قريب بنص الكتاب والسنة النبوية المطهرة ودعاهم إلى استمرار الجهاد كما دعا إلى عمل مخطط ومبرمج لتحرير فلسطين وعدم الركون إلى ردود الأفعال وحي الهبة العربية والإسلامية المؤيدة للشعب الفلسطيني المسلم هذا لا شك تأثيره يختلف تماما طريقة الأداء والإلقاء والآن انتهى الوقت السيف الذي يقطع قطع الجهيزة قول كل خطيب لما فيه برنامج ثانية لما فيه برنامج نعم وأيضا يعني الإخوة طرحوا أسئلة لم يجاب عليها في المحاضرة السادقة فنريد أن نعطي الفرصة للجميع إن شاء الله ولكن ذكرت مركب دموعنا بمحاضرات تترى في السيزيون يبدأ وعندما يفتد الحماس أنا أستاذ في دقائق لتلخيص الفكرة ذاتها قضية الاستماع هذه هي المحطة الأولى المهمة جدا لابد أن يتأكد الأستاذ قبل أن ينتقل إلى أن طالب يتكلم من ذاته لأنه استمع إلى لفظ صحيح ومشكل وأن هناك نبر وتنغيما واضحا وقويا ومؤثرا وفقا للمعنى الذي يطرحه الأستاذ حقيقة هذه المسألة تحتاج إلى أن يتضرب الأستاذ عليها أولا هل من الممكن أن يتضرب عليه الأساتذة فيما بينهم في حسس الفراغ من أكثر الأشياء التي نفعتنا في حياتنا ليست دراسة القواعد في داخل أرويقة دار العلوم وإنما كنا مجموعة من الطلاب نسكن معا ونجلس نقرأ بعض الكتب قراءة فيها هذه الصورة التي نسمعها الآن تعلمناها من بعضنا كان كل واحد يقرأ صفحة لكن لا بد أن يشكل ولا بد أن يقرأ بنبر وتنغيم وصوت صحيح هذه المسألة جعلت هذه المجموعة فعلا كانت داخل أرويقة المحاضرات إذا وقف أي واحد يتكلم كان يتكلم بلغة في صيحة سلسة بدون أي معاناة وكان الأستاذة يقولون هناك شيء غير طبيعي في هذه الدفعة غير الطبيعي كان أمرا سهلا جدا أن نجتمع نقرأ كتابا ومن يخطئ يصحح لم تكن أكثر من ذلك إذا فعلتم هذا مع الطلاب الطالب الذي يدرس سلسة العربية لغير نطقنا إذا أخطأ في القواعد صحة دون أن تشرح له القاعدة لا تجعل القاعدة هي الأساس الذي منه تشرحون وإنما ينطق نطقا صحيحا فإذا أخطأ ردة ولا تشرحه إلا القاعدة التي تتناسب مع مستوى تلك مسألة مهمة جدا لا يتسامح في الخطأ لكن يتسامح في تعريفه لماذا كان هذا خطأ هذه مسألة مهمة في التعليم العربية لغير نطقين بها ثم يتكلم مع فهم هذه الأشياء مسألة المعاني ابدأوا بالمجسمات أنا أفتح الملف أفتح الكتاب أفتح المصحف وأخرج المصحف من جيبي أفتح الحقيبة وأاتي بالحقيبة وأرفعها أمام الطلاب وأفتح الحقيبة لكن ما قدرش أقوله فتح الله عليك يعني ما ما يفهمش إيه معنى فتح الله عليك يعني أول شيء لأن هذا معنى تجريدي فيه الرحمة تنزل من عند الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحة مبينا فإذا ما فهم المعنى التجسيدي يمكن بعد ذلك أن يفهم المعنى التجريدي ثم ينطق يتكلم طالب اعملوا حوارات بينهم حوارات بين أفراد بين مجموعات بين اثنين حوار بالتليفون تنفيليات مسابقات داخل الفصل لا بد أن تكون فيه تعبير دائم على عن الأفكار لا تدور في ذهن الطالب ويستحسن جدا في هذه المسألة التعبير يكون من الأشياء الموجودة حوله التي يمارسها طالب يفتح الكتاب يبقى حوار حوله كتاب حوله المأكلات التي يأكلها حوله الكراس حوله الصبورة حوله الأشياء التي يعيشها الطلاب لأنك إذا أتيت بأشياء وإن كانت سهلة لا يمارسها الطلاب لا يمكن أبدا للطالب أن تستقر عنده هذه المسألة القراءة ملكة من الملكات المهمة حتى يستطيع أن يقرأ إحنا عندنا إخوة كثير غير عرب بيقرأوا المصحف لكن لا يفهم معناه ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة أحد إخوة تراك زرتون في إسطنبول يقرأ القرآن كله ويكتبه كله بل يحفظه كله ولا يستطيع أن يفهم ولا أن يتكلم ويقرأ هذه ماكة متأخرة لا يجوز أن نعلم الأولاد على هذا النحو أما الكتابة فتلك مسألة ترسم كثير من الأستاذ عشان يستريح بيقوله اكتب ولما يجي حد بقى يبص أشواء يقول لك طالب كتب ده بأيدي والأب يشوف ابنه كتب شوية حاجات يقول لك الأستاذ ده ما بيش منه أفضل أستاذ شوفناه في حياتنا هو أسوأ أستاذ لأنه بادئ من آخر حاجة ومريح روحه إنقش هذا اللي تعالي راح نعيشها خلاص فلابد لهذه أن تثير على هذا النحو المتدرج أسأل الله أن يوفقنا وإياكم المحب ويرضى وسامحوني الوقت يعني لا يكفي هذه مسألة حقيقة تحتاج إلى دورات لذاتها نرجو أن تتاح لها فرص أخرى بالتنسيق بين الجامعة وبين المدارس الإسلامية والكونسل التعليم بإذن الله تبارك وتعالى جزاكم وخير الفهم هنا يأتي مع مرحلة الاستماع والنطق يعني هو يستمع لماذا نقول وقف والصوت نفسه يكون معبر عن المعنى الاستماع يكون معه فهم ماذا يسمع فيمكن بعض العلماء يكتب استماع مع الفهم يعمل شرطة ويعمل معاه فلكن هي ملكة واحدة يعني الإنسان يستمع إلى المعنى بخلال لف مبنى معين بتروح له يعني جهزة أكل شيء رايح فيه المبنى والمعنى فيه آن واحد نعم إزاك المخلوق جزا سويني بعدين إن شاء الله سنبدأ الأسئلة ولكن قبل أن أبدأ أنا يعني أخونا سأل بعض أسئلة ولم يتم الرد عليها فسريعا إن شاء الله إجابات سريعة وبعد ذلك نفتح المجال للإخوة والأخوات للأسئلة الأخ سأل إذا ما كانش في حرق نعم نجمع الأسئلتك كلها طيب خيرا حتى لأن الأسئلة الموجودة حق خطر عايزة يعني ساعتين لوحدة حتى لا يكون يعني واحد أخذ نصيب الأسد خيرا خيرا بعد ذلك حضرتك كالبا طيب يعني نعطي فرصة نسمع كل الأسئلة طيب خيرا وبعد ذلك إن شاء الله طيب حضرتك تدون عشان وأنا هدون معك أيضا عشان يبقى المفهوم أنا عاد أسأل عن نفسها إنه قالوا في الاجتماع والنطق يعني هذه المراحل في كل مرحلة كلهم يحييجوا مع بعضهم في نفس الوقت يمكن يدرسوا في نفس الوقت مجرد كل مرحلة كل شيء واحد مجرد متفصلة طيب سؤال آخر إن شاء الله الإجابة بعد تجميع الأسئلة تفضل يا أختي أريد أن أعرف ما ذور النشيد في الدرس العربية لأن المعرفة تقال ثاني كيف أفتق بين النشيد في الدرس النشيد و الدرس النهاج لكل مرة كامل والمنهج كيف أفتق بين منهج مريد أن أبني في نهاية السنة و الدرس النشيد طيب أختي نستنكد أنه لازم نستعمل التشكيل والتسكيل حتى يسمع التسكيل يكون في أواخل الكلف يعني هذا هو أصل أنه ليس من الصحيح يعني لماذا كانت القلقلة يقال أن حروف قطب جدن إما سكون أصلي أو سكون عارض ما معنى سكون عارض سكون عارض لما قلوا الله أحدا فهذا الدال لما سكدت عليها لو قفت عليها حرف مجهور وحرف انفجاري فلما قلوا الله أحد الهواء الهواء الذي يجب أن يخرج حرف الدال التسكيل جعله يسكن في داخل الفم فأصبح قلوا الله أحد لو واحد غير عربي بالذات الطلبة الذين اللي يعرفون العربية لن يعرف أن هذا حرف الدال فأوام أعمل يعني زحافة كده يتطلع الهواء اللي هي القلقلة قلوا الله أحدا فهذا سكون عارض أنا آسف أنا جابت المفروض لأجاوب الأخير سؤال فضل جزاكم الله خير يعني مكتوب باقي سؤال يعني إحنا لما بنتيجي يكون نبدأ بالمجسمات والأقدام أي فعل تبدأ به هل تبدأ بالفعل المضارع وده فعل الأمر للمرحلة المبتاجين طالب قبل أن نبدأ في اللي شيء ففضل يعني بثير من الأحيان ما درسوا بالبغر عن البتوءة بثيرين مثلا عندها منها جمعية تبدأ تمشي عني وبنفس حقا تتلع منها أمية تمشي مثل ما خلصك التاني من الأشياء المحسوسة لطولين الطالب ويمكن مثلا الأشياء يعني الدرس بحكي عن شيء تاني ما متعنق حتى الأشياء المجسسة ميترونية فكيف توفق تنبو نعم نزاق مباشرة نحن كتنبو نعم نعم عن استعمال الدغوة حلمنا تتزمع الدغوة عبوية فقط سؤال تكرر السؤالين الآن سؤالين فضل السلام عليكم هل يتقل لتفصيل بعض المباهيم الصعبة تعالى المعلمين والمعلمات مثل الاعداد استعمال الاعداد ست وستة وعشرون معامل والنوع من الصرف والمسائل التي تصعب حتى على بعض من أخذوا إجازة اللغة العربية من بعض المعلمين نعم نعم فضال الأخت المعلمين مثلا نمطبكم من الصرف اللهم غير مناطقين باللغة العربية أنه بعد ما نأخذ الدارس نشرحا نتكلم عنه أن يكتبوه باللغة الإنجليزية مثلا لما عرفوا مدى استيعابهم لهذا الدرس اللي شرح نفس فهل هذا الطريق قال عني ستشفى الشعيد هل يملاحوه ما هي أسأل طريقة لكبريس مادة الرحل والقوع عن كلمة جرمض أحنا الآن عندنا قائمة كبيرة من الأسئلة فضال هل يجوز الاعتماد على القرآن الكريم فقط؟ في تعليم اللغة العربية نشفت نا لا نشفت سؤال والله الله مستعب نبدأ من هنا إن شاء الله سؤال طيب إحنا إن شاء الله لو فيه متسع بإذن الله ناخد سؤال حضرتك بالنسبة لل هل يلزم المدرس أن يتقن الإنجليزية؟ هل يلزم؟ نكلم عن لزوم وراجب تعصر الفقه فأقول لا يلزم وإنما هو ينزل منطقة اللزوم إلى منطقة الاستحباب الشديد حتى يفهم ما قد يدور بين الطلاب الطلاب ممكن يجتموه باللغة الإنجليزية لك ده ها مش عربي ها مش إنجليزي فممكن يجتموه ولا هو داريان إيه اللي بيجرى بين الطلاب فأقول لك حصلت أنا متأقع أنها تكون حصلت كتير مش بسل الشهرية فالمهم الإنسان اللي يبد ليس من باب من تتعلم اللغة قوم الأمن شرام كما يقال هذا ليس حديثا وإنما هذا من الوعي الموضوع اللي إحنا كتبناه وقلنا معرفة نفسية الطالب وإطار الاجتماع فتعلم اللغة لمدارس اللغة العربية مهم جدا على أن يقتصر على فهم نفسية الطالب وفهم ما يدور بينهم بها والأولى أن يمنعهم من الحديث داخل الفصل بغير اللغة العربية وأنا حابب الأخت المنجم تبقى تدينا في نهاية تجربتها عندما انتقلت من الحديث أو يعني داخل الفصل الدراسي باللغة العربية والإنجليزية ثم الآن قطعت صلة الطلاب داخل حصة اللغة العربية باللغة الإنجليزية فقط تتكلم العربية الفصحة في نهاية المحاضرة أرجو أن إذا تكرمت هل هناك مشكلة للطلاب من عائلات غير عربية طبعا لأن الأطمصفير الجو المحيط بالطالب أنا إذن يكونوا محدودا جدا البلوة الكبرى أن الآباء العرب يتحدثون الإنجليزية داخل البيت وفي أحسن أحوال ما يتحدثون العامية دائما العامية أقل رزقا والرزق في اللغة هو المصيبة والرزق هو الخير يقول لك روح ربنا يا رزقك من أوسع الأبواب يعني مصيبة كبيرة جدا يعني ما تعلمش ترجع تالي يعني هذا أكبر رزق فعلا على الطلاب على الأبناء أن يرزقوا بمثل هؤلاء الأباء إما أحدهم لا يكاد يبين وإما أنه يعني يبين بلغة عامية الأب الذي لا يتحدث العربية على الإطلاق هذا جزء من هممنا أنه علمه اللغة العربية إما أب مقبل على تعليم أبنائي هذا الطالب نعطيه شرائط كاسة فيديو شرائط الممغناطة هذه حديقة الحروف هذه جميلة جدا أرجو أن تبحثوا عنها وهي مفيدة لأنه بيجيب لك الحرف يقول لك أنا الألف ويقعد يتنطط كده قدام الولد وبتاع وبعدين يجيب له حاجة مجسمة يقول له ده يعني يكون فيها حرف الألف كم حاجة وبعدين يعمل له على اختبارات وبعدين نكت في الأخير حاجات يعني جميلة جدا يعني نكت جميلة كده أقول لك يعني ده سيديز سيديز نعم شرائط الممغناطة نعم اللي بقول له أغلق الشباك واحد ما عد على واحد بيقفل الشباك بتاعه قال له أغلق الشباك قاله فإن هذا أفضل للصحة قاله هل أنت طبيب؟ قال لا أنا حرامي عايزة يروح يزيز هل أنت حرامي لا عني يا حسول أهم لي يا حسول يقول له يذمر بقول لي أنا حراما هلأ يفهم المهم فهؤلاء الأولاد من الأمور المهمة أن يدفع بالاتفاق مع الآباء إلى أن تكون له صحبة من الطلاب العرب دي مهمة جدا كل أولاد عرب يصاحبوه ويتحدثوا العربية لكن اللغة العرب إذا التقوا يلتقون ويتحدثون بالعربية بالإنجليزية حقيقة الأباء لابد أن يجعلوا هناك نظام قانون في البيت الحديث يكون باللغة العربية وهناك طرائق تتم بطريقة فيها ضحك يعني عندما تقول الأولاد نحن خلال هذه الساعة سنتحدثوا اللغة العربية الفصحى معنا فتكون بطريقة لو جاء يعني واحد يعني وقف وقل ولا واحد يتكلم غير اللغة العربية الفصحى والأب لا استطيع أن يتكلم الفصحى أصلا مهم جدا أن تأتي بطريقة شيقة أولادي هل يمكن أن أتحدث العربية الفصحى خلال هذه الساعة ولما لا يا أبي فيبدأ هناك نوع من الحوار ويعني يحب الطلاب أو الأبناء هذه الفقرة لكن تأتي بطريقة سالسة طلاب في داخل المدرسة لابد في طابر الصباح لابد عند الصلوات صلاة الجمعة لابد أن يكون فيها في المدارس التي يصلى فيها الجمعة لابد أن يكون فيها أيضا جزء باللغة العربية فليس من المعقول أن تسمى مدرسة إسلامية ثم تقطع تقطع سلة الطلاب تماما باللغة العربية الفصل يكتب فيه لوحات بلغة العربية والإنجليزية الإرشادات لوحات الإرشادية فصل الثالث الفصل الرابع إلى المسجد إلى المعمل الكمبيوتر أو الحاسب الآلي أو الحاسوب الآلي كما أقره علماء أخي محمد ناصر أشانك تبع عارف سموه الحاسوب وفي الآخر أجازوها حاسب وخلاص يعني طيب شمولية المعرفة تمنع الخروج عن المنهج نفس المسألة المتعلقة بحيرة الأستاذ بين ما تطلبه المقام نسبة للطلاب والمنهج الذي يدرسه على فكرة تكرار بين بين دي مش مزوط أقول لك بين ما تطلبه المقام وبين ما تطلبه بين التانية دي غلط المفروض تحزف واحدة منه بين وكذا على الطول المهم فالإنسان في هذه الحالة لا يستطيع الأستاذ أي أستاذ أن يظل ملتزما بالموجود في الكتاب فقط على الإطلاق هذا أستاذ فاشل تماما الأصل أن يلتزم بالإطار العام لكنه لا بد أن يبتكر في طريقة الأداء في الموضوع الذي يدرسه وفقا للأحداث التي يعيشها طالب العائد من إجازة غير الطالب العائد من العيد يعني إجازة طويلة في الصيب غير إجازة العيد غير إجازة الكريسمس طلاب بيبقى حرموا من أنهما يبقى لهم عيد ولولد التانيين فبيبقى حاس بشيء من الانكسار الولد العائش في عمليك كده العام ده إن شاء الله عيدنا جاي قبل عيدهم بإذن الله المهم جاء من رحلة كانت المدرسة في رحلة عامة إلى متحف إلى حديقة حيوان إلى مسابقة إلى لعب كرة لا تقول لي اللي قاعد يجلس في مكتب وضع المنهج لم يكن يعلم أن الحصة دي ولكن الدرس الخامس كان هيبقى عند الأولاد منافسة رياضية مع أولاد أخرين فالأستاذ لا بد أن يستعمل من ميدان الحياة ما يمكن أن يوصل به اللغة العربية أو التربية الإسلامية توصيلا قويلا لكن يأخذ المنهج المفردات الموجودة في المنهج يأخذها لكنه يصبها في مشكلات الواقع الذي يعيشه الطلاب فإذا أراد الأستاذ أن يصل إلى توصيل قضية فلسطين إلى الطلاب فتكون الأمثلة التي فيها المفردات لو أنا عندي مثلا من المفردات الموجودة عن أنواع الطعام فنقول أن الطالب بدلا من أقول أنه أكل الهامبورجا نقول أكل الزيتون وعندين نقول لهم والله اليهود الآن يقلعون شجرات الزيتون اللي بقالها 120 سنة والجرفات ولو عنده صورة يعرضها للطلاب فالزيتون اقترط من عند الطلاب ويجيب معاه طبق كده في يعني حبيتين زيتون هذا والزيتون وبعدين الولد اللي هو يجابك ويجيب له تأكل الزيتونة دي يعني طبعا مش كل ما يجيب حاجة عن الأكل لازم يأخذ معاه مائدة يعني لكن عايز أقول أن لابد للأستاذ أن يصيغى المصطلحات أو المفردات الجديدة في إطار الأحداث اليومية التي يعيشها الطالب حتى تكون يتفاعل مع الطلاب طالب عنده اهتمام ذاتي وإنت استفدت من هذا الاهتمام الذاتي في هذه المسألة وما الجماعة النصارى لما غزوا الآن في أفريقيا آخر مؤامرات النصارى تعرفوا إيه التبشير أو التنصير أو التضليل إذا صح الكلام في أفريقيا بيعملوا مساجد إسلامية بيبنوا مساجد ها وبيقولوا أنتو الأولاد ومدارس إسلامية بس إحنا نأكل الأولاد ونسيبهم لنا آخر النهار إحنا اللي بننيمه ونأكلهم وإحنا اللي بنعيش معاه إحنا اللي بنعيش معاه من الذي يؤثر أكتر في أولاد الأولاد اللي بيعيش اللي طعمهم بتصل أخ نعم لا طعم الأخ يتصل بيها من قريب يعني هو من طلبنا كان في جامعة القيارة اللي أنا وفي غانا كل شيء عجب جدا بيبنوا مساجد ومدارس إسلامية يجيبوا الناس وبعدين يضاللوهم عن دين الله تبارك وتعالى تقولوا الله مسألة مش جديدة والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حرم الله تقول يا أخي والله القرآن يعني ما ترك شيئا ما ترك القرآن شيئا فالمسألة يعني الإنسان لابد أن يأخذنا الواقع ليصب فيه الأمور التي يعيشها الإنسان عدم اهتمام الطلاب بالغراء والناس لماد أسية تلك مسألة تحتاج إلى علاج جدري حقيقة هو أخي أيضا أضاف أن الإدارة المدرسة تسمح بانتقال الطلاب إلى سنوات يعني سنوات أخرى عن رغم من عدم نجاحهم أتقنهم اللغة العربية في المدارسة الإسلامية أنا حقيقة دعوني أقول لحضراتكم هناك أزمة لابد أن نواجه أنفسنا بها والشجاع من أن تصرف من نفسه خلاص في بلادنا كنا نزعب أن الحكومات التي تحكمنها التي تمنع التربية الدينية أن تكون مادة أساسية تضاف إلى المجموعة فجئنا هنا وكنا البورد وكنا الأجزد في كمتي وكنا الإدارة وكنا المدرسين وكنا الفراشين ومع ذلك تظل مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية الأمر الذي قطبنا على عواد المنابر أن هذا لا يصح ولا يجوز جئنا لنؤصله نحن هنا هذا غير مقبول الأصل أن يتراجع إخواننا عن ذلك لهم صلة قوية أن يقدم اقتراح بأن تكون هذه المواد من المواد التي فيها نجاح ورسوب هذه مسائل أخواننا لا نتهم الناس بشيء ثم نفعله نحن وبغاية الرضا إذا أردت جديا مع مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية لابد أن توفر لها مدرسا متميزا وكتابا لا يصور وليس رقعا من مناهج شتا وإنما كتاب منهج واحد واضح ثم فيها نجاح ورسوب حتى أعلم الأبو إذا كان هذا سينقله أو لا ينقله حتى أعلم الطالب ذلك لم يكن واحد يستطيع أبدا أن يأخذ رسالة الدكتورات في روسيا إلا أن يدرس مادة الإلحاد وينجح فيها مادة الإلحاد زملائنا اللي سفروا إلى روسيا لم يستطيعوا ولذلك كنا هؤلاء نعطي لهم دورات في الرد على الإلحاد لأن الغزب عنه يجب يدرسه فلخشى أن يدرسها ويتأثر به لأن فيه شياطين بتؤصل هذا الباطل فعبل ما يروح ندينه دورات لم يكن مسموحا أبدا مدارس اليهودية الموجودة في بروكلين لا تسمح أبدا للطالب أنه ينتقل إلى صفة آخر من غير ما ينجح نجاحا أصلا لا يدرس الطلاب في بعض مدارس بروكلين بغير اللغة العبرية هل تعلمون هذا؟ تشو ميسكو ده من أكبر اللغويين الموجودين في العالم الآن وهو أستاذ في جامعة هارفورد يقول أن اللغة تحمل خصائص العقائد والأخلاق والكالتشر ثقافة ومن ثم نصح اليهود إذا أرادوا أن يحتفظوا بوجودهم وبكيانهم أن لا يسمع الطفل في مراحله الأولى أي لغة غير اللغة العبرية فكبار الذين يدوخون العالم الآن تربوا في مدارس بروكلين وغيرها أول لغة بالنسبة لهم اللغة الأم والأساسية اللغة العبرية لا يسمح له إلى بعد ثمان سنوات يبدأ يتعلم لغة أخرى لكن تبقى اللغة العبرية مادة أساسية فيها نجاح ورسوب هكذا يوجد الأمر في كل الجماعات التي لها لغة تعتز بها أو لغة مرتبطة بالجانب الديني هل يعقل أن إخواننا المسلمين يفرطون في لغاتهم العربية ربط القرآن إلى هذا الحد أن تكون مادة أمشية هذا الأمر سيسألنا الله تعالى عنه أسئلة فيه نعم المهارات هناك مهارات تتداخل لكن لا بد أن يكون في ذهن الأستاذ أن أول مهارة أن يستمع الطالب لأنه إذا سمع وفهم سينطق سيقرأ سيكتب لكن يمكن وهو يكتب أنا أمليه الإملاء أنا أسمعه ثم من أصل أن يفهم أن لما بقول له الله خلق أو خلق الله السماوات والأرض مثلا يفهم أن الله هو الذات العالية سماوات الأرض وأن الخلق هو الإنشاء من العدم يعني أنه عمل حاجة جديدة طبعا هم هنا بيستعملوا كريت يعني أي واحد يقدر يعمل كريت لأي شيء لكن إحنا نتحسب في هذه الكلمة ونجعلها خاصة بالله تبارك وتعالى هل من خلق غير الله فالإنسان يمكن أن يصل إلى كل هذه لكن في أول مرة يسمع المصطلح يكون الاستماع والفهم هو الأساس يعني لا تكتبي على الصبورة أول مرة يعرف كلمة مثلا نقول قلم أول مرة لا تكتبي القلم على الصبورة وأنت أخرجي قلما ما هذا هذا قلم هذا قلم هذا قلم كل يقول له هذا قلم خلاص وعندما تكتبي على الصبورة اقرأ هذا قلم والتعليم هنا يكون الكل مفضل على التعليم الجزئي نعملش أهل بيتها فاجم حقا أدال أبجد هوس حطيه كلام صعب أسقرشت لا الأصل أن تستعملها داخل كلمة داخل جملة ثم تلقى إلى الطلاب حرف حرف يعرفوا بعد ذلك يجيلوا الحرف داخل كلمة ملون بعدين المرامج التي تقدم اللغة الإنجليزية أكبر ناس خدم لغتهم في العالم الألمان الفرنسيون الإنجليز يمكن أن نستفيد في الترائق الحديثة المناسبة لقضايا الميديا والإعلام وشارات الفيديو وغيرها فبيجيبوا لك برامج الصباحية التعليم الحروف شوفوا بيعملوا إيه في الحرف ويقعد الحرف يتنطف قدامه يروح ويجيب له كم حاجة وكم شكله يعني شوفوا هذه الأشياء في الويك اند ولا حاجة ونأخذ منها ما صح فالحكمة ضلت المؤمن أنه وجدها فهو حقه الناس بها دور النشيد مهم جدا حقيقة أنا من خلال تدريسي جربت النشيد فلم أجد يعني أمرين أن أكثر الأشياء تأثيرا في تعليم الحروف جربت تجربة في العام الماضي في مدرسة الويك اند لأننا في المسجد اللي كنت إمام ومدير لهم فقلت اللي هعمل مجموعة كان أخوة باكستان كبار يعني التعليم فيهم أصعب بكتير جدا قلت أنا أريد أن أعلمهم الحروف فقط من خلال القرآن الكريم سؤال أخي الكريم من أستاذ خالد محمود محمود عفوا سلام فكل حرف آتي له بثلاث كلمات يكون من القرآن الكريم داخل كلمة داخل آية يأتي الحرف في أول كلمة ثم في وسط الكلمة في آخر الكلمة وبمسألة اللي يصعب عليه يروح للمعجة من المفارسة لفاضي القرآن الكريم يطلع منه خلاص وآتي بي يعني كلمات تكون خفيفة في النسق في الإسلوب في الصوت يعني لا أأتي له بحروف كثيرة من الحروف اللي فيها الحاء والخاء والغين والضاد أحاول أتجنب هذه إلا أن أكون وأعلم هذا الحرف ذاته والحقيقة كانت الفائدة والعائد كانت كبيرا جدا العمر الثاني اللي جربتوه مع الأولاد الكبار بيبقوا عاملين نفسهم يعني عندهم كده شوية إيه وقار شويتين لكن الأولاد لما بذاتوا أعلمهم أنشيد بذات الأنشيد اللي هي من بحر الرجز اللي هو زي الصين لنا والهند لنا والعرب لنا والكل لنا أطعى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا فأقول فاعل 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 يعني سريع إقاع سريع جدا أو شبابنا هيا إلى المعالي هيا صعظوا شوامق الجبال رددي يا جبال رددي يا سهول أولاد كانوا يحبوها جدا رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعل نقتني بالرسول رددي رددي وكأنوا ترددي رددي اللي ولد دي رددها حس وسهلة من نسبة للولد فما فيهاش من الحروف الصعبة شيء فكان الأولاد يعني فيه أقل من أسبوع كان الفصل كله بيقف ليلقي بها في طبور الصباح في أي حفل من الحفلات حتى الآن لما رحت ويستر منذ شهر تماما يمكن زي النهاردة يكون شهر تماما فقالوا للأولاد اللي أنت عللتهم نشيد رددي حبين يقولوا نشيد رددي حدفين عن عمر حدفين عن قطز كيف قادوا الأمم بالكتاب الأعز رددي أننا بالهدى والعمل وبكم يا شباب سوف يحيى الأمل ونتقول بكم يا شباب كنت دخل الأولاد رددي أننا بالهدى والعمل وبكم يا شباب سوف يحيى الأمل رددي رددي فقرة أيضا عن اليهود قوية وشديدة جدا هذه الأشياء تشعل روح الحماس الهدف الوجداني فاكرينه النشيد بيصب مباشرة في هذا الهدف الوجداني لأنه أي واحد عنده أذن موسيقية نفسه يسمع حاجة موسيقية وإخواننا المؤسف أن الإخوة بيقاسم الفن والذوق والأشياء الممتعة للقلب ولذلك امتاع الأسماع للمقريزي والإمام السيوطي لما يكتب أشياء عن امتاع النوع المتعة الحلالة عند المسلم هذه الأمور المسلم مش معناه أن المسلم يبقى جليات ويبقى حسه غليظ لا عنده حس راقي جدا وينفعل بالكلمة وباللون وبالرائحة ومرة الأستاذ بيسألني بيقول لي أنت ليه بتحط طيب أنا في حياتي ما حطيت طيب إطلاقا أخي كان قاعد قدامنا قال له سحنة قال له سكتوالي سحنة رح طالع بالأستاذ كده كان أنت طبعا كنا في سبعينات وكان هذا الأستاذ أنا لن أنسى له وفضله من السنة الثانية والثالثة والربع كان يدرسني من أول محاضرة سأل سؤال أمتي يا جوابت قال لي أنت تقعد جنبي كل محاضرة ثلاث سنوات هو يشرح هناك على الجنب وبعدين كانت برضو ميزة يعني يجي أطع اللي بتاعي قولك كم من أنت اشرح أستاذنا يقول لي اشرح كم من الموضوع فعوادنا أن أنا أحضرك كأن أشرح الموضوع تماما فحقيقة يعني قولك كم من الموضوع تماما فالنشيد مهم جداً بالنسبة للطلاب وبعدين خليوهم يقولوا في الفصل خلي كل ولد يقف هو اللي ينشد للطلاب يتعامل المجموعات كل واحد يطلع مرة هو ليقود الجروب المجموعة كلها بهذا الشكل التسكين التسكين كما جاوبت عليها خلاص التسكين لآخر الكلم هذا أصل من أصول اللغة عامة ولذلك بد البدل بسبب إيه إن في فتحتين فأنا بأعمل إن الله كان سميعا بصيرا لأن كنفرده بصيرا نعم حتى في القرآن الكريم فيه الوقف العرض للسكون وحتى النصوص العادية عندما يعني أقرأ أي نص من النصوص العادية يعني قصيدة القدس الله مقدمة كفر المتاجرون باسمك وتعددت أسماؤهم وألوانهم هذا اشتراكي وذاك بعثي وهذا أمريكي وذاك مسلم على الطريقة الأمريكية وكلهم يغني باسمك ويدعي رفع راية تحريرك ولكن كلهم يا قدس دجالون يمثلون دور النائحة المشتاجرة ولا تجد فيهم ثكلة واحدة ده شاعر حمود عمر عامل مقدمة لقصيدته هي على فكرة مجموعة أبيات هنا يعني من رائع الشارع العربي أيضا احنا عندنا واحد تصوير جايبينها من الجامعة هنا ممكن نصور لكم إن شاء الله المهم فأجابنا عن التسكين نبدأ بالمجسمات مهم جدا ليس فقط من الحسيات المصطلح الأستاذ الذي يدرس لابد أن يكون على وعي المستوى الذي عنده ما هي المصطلحات التي درسها من قبل إذا كان في الصف الثاني يرجع لكتاب المنحن الأولى يعرف المصطلحات التي أخذها الطالب فإذا ما أراد أن يعرض مصطلحا جديدا يبدأ بالأمر التجسدي المادي حتى يستطيع أن يوصله للطلاب ويحرص الأستاذ أن يعمل تركيز فوكس على مصطلح واحد في الجملة ما تجيب لهش خمس كلمات في حصة واحدة في جملة واحدة أخنا لأخوة دخلت له لأيتم جاهز خمسة وعشرين كلمة جديدة لم يسمعنا للطلاب شيئا تقول له مستحيل هذا لو كان واحد يعني عبقري لا يمكن أبدا أن يستوعب قال لك أنا أقولها لهم بعدين أعيدها لهم الحصة اللي جاء وهذا خطأ أيضا أنت بتدخل كل حصة بمصطلح اثنين ثلاثة خمسة على الأكثر لكن لما تقرد حتى الجملة بالخمس دقائق الأولى يفسروا الكلمة الجديدة يعني يفهموا من خلال ما عام ما لم يعلم في النغة الإنجليزية احنا بنعمل كده لذا تلما بنقرأ أي حاجة طبيعي مصطلحات كتلة بنعرفهاش بنعرفها من خلال ما نعرفه من خلال السياق الإطار مش كده وانا نبدأ بالأمر ولا بالفعل مضارع بتختلف حسب المقام والسياق لكن الطالب أنا لما أقول السلام عليكم مش هقوله قول السلام عليكم ونقول السلام عليكم عليكم السلام ونأي ولد السلام عليكم يرد عليه السلام عليكم يرد عليه السلام وهكذا يبقى فهناك أشياء الأصل فيها أن يبدأ الإنسان بالفعل المضارع ولا يصل الأمر إذا كان الطالب يفهم ما معنى هذا الأمر اشرب فيقول انا اشرب فعلي مضارع انا اشرب ويجيب شوية مياه اشرب حتى لو مش عشان ولو عشان اشرب من البحر انا اشرب انت تشرب ما دين عجرد يقول له اشرب يوم انما لو اول مرة اقول له اشرب هو مفهمش ميعرفش افرق بين اشرب واضرب مفهمهاش يوم رايح الاطسيد اللي جاي بولك اسمعتها اضرب ده مش معنى يفهم تضرب ما مفهمش اشرب فالقضية لازم الانسان الموقف هو اللي بيحدد انا افتح الباب انا افتح قدامه الباب انا افتح الكتاب افتح الكتاب ما تستعملش انا اكتير مع الاولاد لانه يقول لك افتح انا الكتاب اقرأ انا الكتاب وليد عمل انا انا دي يا عم منسى انا دي خالص لان رايح ايام مخليها مش عايز يسيب انا ابدا يقول لك اخرج انت معك او اخرج انت يعني لا ده هو عايز يقول له يعني اخرج معك انت يعني اخرج معك انت معك يعني ايه الحيرة كلمنا انا بالمنهج معايل من الموجود ويحتاجه الطالب فبسيط المسائل الصعبة ومنوع من الصعب في قواعد اللغة وانا صدقوني لو تعلمت جيدا اللغة الانجليزية سيكون من اول ابحاثي مقارنة بين بساطة اللغة العربية وصعوبة قواعد اللغة الانجليزية انا لو تعلمت الانجليزية جيدا سيكون هذا احد ابحاثي الجزء اللي شواء اللي تعلمتهم ارى ان اللغة العربية اسهل بكثير جدا من اللغة الانجليزية وده كان الاخوة المهرة بهذه المسألة يفقوني انا اطمئن الى يعني صحة التحليل الذي اشعر به مسألة التفسيط وارد ان يكون فيه تفسيط لكن لا يعني على حساب يعني مش هيكون اه اللغة العربية تقول ان احمد ممنوع من الصرف مش اقول احمد عشان لكن مش لازم اشرح للقاعدة ودي يجيب على السؤال هل ما هي اسهل طريقة في تدريس النحو اسهل طريقة في تدريس النحو ان يتكلم بلغة فصيحة دون ان تشرح له القاعدة حتى يستقر في ديني القاعدة ثم اذا اخطأ تقول له الصح كذا ربما تذكر له القاعدة ربما لا تذكر له اذا كان مناسب فاذا كان مناسبا تشرح له قاعدة واحدة فلو اني متيح لي يتاح لي ان ادرس لغة عربية لن اشرح قاعدة لن اقول اشرح درس الاعراب والبناء ثم درس الجملة الفعلية ثم الاسمية ثم المفعيل ثم الظروف الزمان والمكان واللا وانما اقول له اقرأ اتكلم اجعله اتكلم واذا اخطأ اقول الصح كذا واذا كثر الخطأ من مجموع اشرح قاعدة الفاعل اذا كثر فيها الخطأ ثم اقول له مرة ثانية نقرأ نفس النصوص مع تصويب الاخطاء يكون هذا هو الطريق العمل الوحيد الذي ارى الان من خلال اني رأيت كثيرا من الاساتذة في علم النحو لا يحسنون الحديث في اللغة العربية الصحيحة على حين رأيت الكثيرين ممن لا يعرفون قواعد اللغة لكن يتقنون الاداء فاللغة اداء وممارسة وليس مجرد حفظ القواعد اصلا القواعد لم تكن موجودة وكان العربي يتكلم في فصاحة العليا دون ان تجد قواعد واول ما بذى ابو الاسفد الدؤلي عندما سمع ابنة تقول ما احسن السماء قال نجومها قالت ما استفهمت ولكني تعجبت قال ويحي قولي ما احسن السماء مع قولت ابنت تعجبي وتقولي ما احسن السماء ما هنا بقت اصبحت استفهاميا لكن فرح وضع علم النحو كأحد الاسباب ليقولي وضع علم النحو لهذا السبب غلطة من بنته او من واحدة من الناس طبع الرواية تانية ان الله بريء من المشكينة ورسوله ورسوله دي رواية من الروايات فاسهل طريقة في تدريس النحو هي الممارسة القراءة نقرأ كثيرا في القرآن في الاحديث السنة في التاريخ في حاضر ثم نصح من خلال الاخطاء الشائعة وبالتالي لا يحب ان يأتي واحد دي يعمل دوره في اللغة العربية ويشرح درسا الناس اصلا تخطئ فيه لما جعلهم يقرؤون يتكلمون وبعدين يرصد الاستاذ وهو يسمع ويجعلهم يكتبون يعبرون كتابة ويعبرون مشافهة تكلمهم ويكتب ويكتبهم ويرصد ثم يكون عنده خمس قواعد اغلب الموجودون هنا الان اغلب الموجودين هنا الان لو عملنا حديث شفهي وكتابة لن تجد القواعد التي يخطئ فيها اكثر من خمس قواعد تشرح هذه الخمسة يمارس الانسان فاذا اراد ان يعرف لغة على قصونها وبساطتها يقرأ كتاب في النحو على فكرة احنا في الجامعة قررنا كتاب وموجود منا نسخ هنا انا يعني حقيقة اي واحد دي الاسلوبة عربية افضل ان يكون عنده كتاب هذا الكتاب النحو المصفى دكتور محمد عيد واستاذنا في كوليدر العلوم صفى النحو من هذه العقد التي يخشى منها الكثير وشرحه باسلوب معاصر وبانفلة الانفلة نفسها فيها رسالة طربوية يعني يأتي بمثال عشوائي النحو المصفى هذا الكتاب من افضل كتب التي قرأت حقيقة في النحو انا نادر ان اشتريت كتابا معاصر من نحو ان كنت يعني اشتري الكتب القديمة اقرأ فيها لكن هذا الكتاب مع كتاب النحو الوافي العباس حسن النحو الوظيفي هذه الكتب الثلاثة من اكثر الكتب التي استفدت منها كثيرا جدا كتاب النحو المصفى اي قاعدة في النحو وببساطة شديدة تشرحها للطلاب بادنى درجة من الصعوبة تجدها موجودة في كتاب النحو المصفى الافضل من هذا كمان في الكتاب انه قبل شرح اي قاعدة يقول لك انا هتكلم في الخمس تقدول عشان يعلم الاستاذ المنهجية لا تخذ منه القاعدة فقط لكن خذوا ايضا منه منهج شرح القاعدة سواء من حيث تبون القضايا قبل ان نشرحها اختيار الانثلة التي نشرحها اسلوب المعاصرة في شرح القاعدة تغيير المثال نفسه لا يبقى مثالا واحدا كل واحد يقول لك ضرب محمد علي وهو دايما محمد يضرب علي طب لي يا اخوانا عشان يقول لك الفاعل المفعول يعني اخر مطاعة الضربة دي منطقة الاحسان منطقة البر منطقة اه رب مثال على ذهن ايو استاذ تدخل تشوف حصص كنت لقي ضرب في ضرب وعلى فكرة انا في امريكا عملوا بحوث ولقوا ان في الرجال بيضربوا زوجاتهم من رغم القانون اللي بيمنع ستة ملايين امرأة سجلت في عام واحد اماهم يضربنا من الازواج متين وتمانين الف رجل الف امرأة عفوا الف رجل ذهب وقدم محضر ان المرأة وضربته طبعا اللي مقدموش اكتر لان بعضهم يبقى محرج يعني منضرب وقول لك يعني اللي بيمنع سترة حد سامع متين وتمانين الف امرأة في عام واحد وبعدين قالوا ان الاب وام بيدرب الاولاد والولد كبير يضرب الولد اللي بعده اخر ولد بيدرب القطة والكلب اكتر واحد بيدرب القطة والكلب في البيت الولد الصغير قارس لانه اقول لك حاجة لا انافس فيه واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا انا اجابت عن ده تدريس العربية في مدارس نهاية الاسبوع اعتذر عن الاجابة الان يعني نفس المنهجية تقريبا لكن الصعوبة اكثر لانه بيأتي مرة واحدة فالانسان يركز على الواجبات العملية في البيت اكثر مما يركز على هذا الواجب فقط جزاكم الله خيرا شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بس يعني استأذنكم في زيادة احنا زدنا على الوقت 15 دقيقة بس نزيد فقط نصف دقيقة يعني كما زكى الاستاذ الدكتور تجربة الاخت فارجو انها ان هي تأتي يعني تذكر لنا اه اه تجربتها في خلال نصف دقيقة ان شاء الله نستفيد من هذا ونحتم جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا وايائه ليبا عليكم الصلاة ان شاء الله انت داخل اتني وخلص صدا انتهى خيرا لكم عايز تقول كده يعني شاء الله أريد أن أصحح لدكتور صلاح سلطان معلومة أنني لم أكن أبداً أستعين باللغة الإنجليزية في دروسي ولكن كنت أقوم بتتريس اللغة العربية باللغة العامية وأنا دمشقية فكانت اللغة السورية يعني أفهمها اللهجة السورية فهمها الجميع لكن عندما انتقلت إلى هذه السنة ففضلت تفضيلاً قوياً أن أنهي عملية اللغة العامية وأبدأ باللغة العربية ولا أتنازل عن ذلك الحقيقة كانت هناك صعوبات وكان الطلاب دائماً يعترضون وأحس بي كأنني مزيعة التلفاز أقوم بعرض ما هو بالنشرة أخبار أو أي شيء آخر فكان الأمر به صعوبة ولكني التزمت التزاماً كاملاً خطى حين تأنيب الطلاب بأي شيء وأني باللغة العربية الفصحى كان في ذلك صعوبة لكن الحمد لله استمررت في ذلك أريد أن أذكر هناك ملاحظة لمن يقول أن ربما أنا عندي طلابي المتقدمين في اللغة العربية ولكن قد قمت بتعويض لدرس للمبتدئين أو الأحرف للصف الثاني قد عوضت عن أستاذ في ذلك والحقيقة بما أنني استمررت في هذه المنهجية قد تحدثت مع طلاب في السن الثامنة وهم قد ولدوا هنا ولا يتحدثون إلى الإنجليزية لم أتحدث معهم إلا باللغة العربية الفصحى وكانت النتيجة أنهم قد فهموا لأنني كنت أتحدث أو أشور بيدي وكنت أؤكد على كلمة مفردة هم يعرفونها فعندما طلبت منهم الوضوء ذكرتها قوموا وستوضعوا عندما طلبت منهم حتى أن ينظفوا ما تحتهم فهموا معنى النظافة ولكن أصررت على كلمة معينة في جمل مختلفة حتى يفهموها وقد فهموني ولم أتنازل عن أن أتحدث إلا باللغة العربية الفصحى حتى مع هؤلاء الأولاد الصغار وقد فهموني فأنا قد استنتجت لماذا لا نبدأ بذلك نبدأ من الصف الأول ونتابع هذه اللغة يجب أن يسمعوا رنيمها في أذنهانهم إن اللغة لها موسيقى جميلة فليتمتعوا بها وجزاني الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خيرا على الحضور والاستماع ونفتم سبحانك الله وبرك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرق ونكوه إليك سي الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصب جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا طيب المسلمني للتقييم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر